العملية العاشرة صفحة 37 سددت شركة الخزامي مبلغ 20 ألف ريال نقداً كجزء من الرصيد المستحق عليها والمطلوب إعداد معادلة المحاسبة وقائمة المركز المالي نتذكر أن شركة الخزامي هذه كانت مدينون والمدينون هذا يمثل أصل من الأصول هذا الأصل كان حق للمنشأة على الغير حدث به انخفاض والأصول تمثل استخدامات الأموال إذن هناك نقص في استخدامات الأموال بينما أن كلمة نقداً تعني نقدية بالصندوق والصندوق هو الآخر أحد عناصر الأصول والأصل كما سبق الإضاح هو أيضاً استخدام للأموال وحدث به زيادة إذن هذه العملية تؤثر فقط على جانب استخدامات الأموال فقط لا غير حيث حدث زيادة في أحد العناصر ونقص في عنصر آخر وبالتالي إجمالي الجانبين لن يتأثر أن نلاحظ أن في جانب استخدامات الأموال فإن هناك بند حدث به زيادة وبند آخر حدث به نقص عنصر الصندوق أو بند الصندوق هو الذي حدث به الزيادة بمبلغ 20 ألف ويصبح رصيده الجديد 134 بعدما كان 114 كذلك فإن رصيد المدينون وهي شركة الخزامي سوف ينخفض لأنها دفعت جزء من المبلغ المستحق عليها اللي هو كان 30 دفعت منهم 20 وبناء عليه يصبح الرصيد المستحق أو المبلغ المستحق عليها مقداره 10 ألاف ريال بناء على ذلك إذا قمنا بإعداد معادلة المحاسبة التي تقول أن الأصول تساوي الخصوم زياد حقوق الملكية نلاحظ أن البنك لن يتأثر بهذه العملية لكن العنصر الثاني وهو عنصر الصندوق كان به مبلغ 114 ألف كان به مبلغ 114 ألف وتم تحصيل مبلغ 20 ألف من شركة الخزامي فيصبح رصيده الجديد 134 ألف نأتي أيضا للمدينون وهو منشأة أو شركة الخزامي كان عليها مبلغ 30 ألف دفعت منهم مبلغ 20 ألف يصبح الرصيد المستحق عليها أو المبلغ المستحق عليها 10 ألاف العناصر الأخرى في كل الجانبين لم تتأثر نلاحظ أن المباني والعدد والآلات والأثاس كما هي والدائنون ورأس المال والإرادات والمصرفات كما هي إذن الذي تأثر فقط هو جانب الأصول بينما أن جانب الخصوم وحقوق الملكية فهو لم يتأثر إذا قمنا بجمع جانب استخدامات الأموال سنجد أنه 854 كما كان في العملية السابقة وكذلك جانب استخدامات الأموال ونفس الرقم كما كان في العملية السابقة لم يحدث على الإجمال أي تغيير نقوم الآن بإعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية في اليوم اليوم 20 الخصوم كما كانت شركة شمسان لم تتأثر وكل جانب مصادر الأموال لم يتأثر وكان الإجمال به 854 مصادر الأموال لم تتأثر البنك كان بمبلغ 300 ألف لم يتأثر بينما أن الصندوق كان بـ 114 أضيف عليه مبلغ 20 ألف الذي دفعتهم شركة الخزامي فيصبح رصيده الجديد 134 المدينون شركة الخزامي يتم تخفيض المبلغ المستحق عليها بمقدار 20 ألف التي قامت بسدادها يصبح رصيدها الجديد 10 ألف أما العناصر الأخرى فهي كما كانت في العملية السابقة لم تتأثر ويصبح إجمالي استخدامات الأموال هو 854 هو نفسه إجمالي مصادر الأموال الأثر في هذه العملية كان زيادة أحد عناصر الأصول ونقص عنصر آخر من الأصول بنفس المقدار وبالتالي لم يتأثر كلا الجانبين في معادلة المحاسبة